الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد إمام المرسلين متابعين ومستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم مع لقاء جديد من برنامجكم الجواب الوافي إن من عظمة شرع الإسلام ما جاءت به النصوص والقواعد لحفظ المجتمع المسلم وغير المسلم من الوقوع في المحذور ومن هذه القواعد التي شرعها الله سبحانه وتعالى حرمة الاختلاط بين الرجال والنساء ولمناقشة هذا الموضوع ومعرفة هذا معنا في الاستوديو الدكتور أنس عيروت حياكم الله دكتور أهلا وسهلا بكم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار يا رسل الله أفرأيت الحمو قال الحمو الموت فدكتور إذا استقرينا النصوص الشرعية التي تدل على حرمة الاختلاط فنرها كثيرا مع التشديد على هذا الأمر وهذا الموضوع فما السبب في ذلك بسم الله الرحمن الرحيم أفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد الصادق للوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا أنفعنا ما علمتنا وزدنا علما نفق في الدين يا رب العالمين وبعد الأصل في الإسلام هو عدم الاختلاط وقد جاءت النصوص الكثيرة في كتاب الله عز وجل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تؤكد هذا المطلب وهذا المعنى منها قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجا ذلك أزكى لهم أن الله خبرهم ما يصنعون وقل المؤمنين يغضوا من أبصارهن ويحفظوا فروجا إلى آخر ذلك من الآيات أيضا الأحاديث الواردة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل من امرأة إلا كان الشيطان وثالثهما أيضا لا تسافر امرأة يوما وليلا إلا ومعها ذو محرم أيضا هذا الحديث الذي ذكرته إياكم والدخول على النساء قال يا رسول أرأيت الحم قال الحم الموت أي كما تفرون من الموت ينبغي أن تفروا من الدخول على النساء فهو من أشد المحرمات وطبعا هذا التحريم إنما له سبب لأنه لأنما فاسده أكثر من منافه فمن يقول للدعي أن هناك مصلحة أن هناك مصلحة في هذا الاختلاط هناك منفعة من علم وغير ذلك لكن إن كان هناك مصلحة لا تشكل شيء من نسبة إلى المفاسد المترتبة على هذا الاختلاط والمفاسد تعلم المفاسد التي يكون منتهى بالزنة والفاحشة وما شابها ذلك لذلك الاختلاط لا يجوز وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يصلي في الناس كان يفصل كان بين صفوف الرجال والصفوف النساء حتى يجعل الصفوف الرجال في الأول وصفوف النساء في الآخر مع أن هذا المكان أبعد ما يكون نعم مع أنه أولئك الصحابة وصحابيات ومع ذلك أيضا لما أمر الله عز وجل النساء النبي صلى الله عليه أنه عليه من الطهارة والنقاء والصفاء وقرن في بيوتكن ولا تبرن يتبرج الجاهلية الأولى وأقرن الصلاة وآت ينسك إلى آخر الآيات وهن أمهات المؤمنين فغيرهن من باب أولى أن لا يختلطنا وأن لا يتبرجنا وأن لا يظهرنا ولا يذهبنا هنا وهناك إلا لحاجة وهذه الحاجة تكون مقيدة مضبوطة بضوابط الشريع الإسلامية دكتور الآن نرى كثير تمشي بالشارع ترى ممكن أن يساء أكثر من الرجال فما الضوابط الشريع لخروج المرأة من بيديها هو الأصل لاستقرار وعدم الخروج والأصل في الرجل الخروج إذن الأصل في الرجال الخروج لأنه يريد أن يعمل فعليه القوامة وله القوامة وعليه الكسب والعمل لأن ينفقه على البيت والأهل وأما المرأة فالعكس الأصل فيها الاستقرار في بيوت فإنه أنقى لها وأنسب لفطرتها التي فطرها الله عز وجل عليها فإذا انعكس الأمر صار الرجال اللي يجلسون في البيوت والنساء تذهبن إلى العمل فهذه مشكلة هذه صار هنا اختلال في الميزان والمعايير فعندما تصبح المرأة هي التي تعمل وهي التي تنفق على البيت والرجل هو الذي يلتفت إلى الأولاد وإلى شغل المنزل فهنا اختلال في المعايير وهذه بدعة جاءت إلينا من الغرب وهي لم تكن موجودة عندنا لأن عندنا الأصل مهما كانت المرأة ذات علم وذات مثلا مال أو كذا فهي الأصل فيها الاستقرار في البيوت ولا تخرج إلا بإذن زوجيها حتى لو كانت متعلمة وتريد أن تعمل لا تخرج إلا بإذن زوجيها هذا الأصل هذه البدعة جاءتنا من الخارج عندما سوى بين الرجل المرأة كما يدعي ويزعم أنه يسوي بينهما فأمرها بالعمل كما أمر الرجل في العمل وأمرها بالإنفاق كما أمر الرجل بالإنفاق سوى بينهما فعندنا في مجتمعاتنا جاءت المنظمات مثلا وصارت تطلب النساء ما تطلب إلا النساء للوظيفة فصارت المرأة تخرج للعمل والرجل ليس هناك من يطلبه للعمل فيمكث في البيت فقلدنا الغربة في جانب وأسأنا أيضا التقليد حتى يعني الرجل قاعد في البيت والمرأة صارت تخرج وتعمل وحتى تنفق على البيت ربما لذلك يعني نحن هذا اعتداء على فترة الله عز وجل وانتكاس للفترة التي فطر الله والناس عليها دكتور عودة إلى مسألة الاختلاط نرى الآن في مجتمعنا كثيرا هذه العادات المتشرة الاختلاط ضمن العائلة الوحدة مثلا أنا متزوج ولي أخ فأجرس مع زوجتي وأجرس مع مثلا عديلي مع زوجة يعني ما أخذ زوجتي فهذه العادات المتشرة كثيرة وممكن الناس لا تعرف أن هذا الأمر حرام فهذه العادات ينبغي أن يحدى منها وأن تقلص إلا مقدار الحاجة والحاجة تقدر بقدرها يعني أنا ليس على الطعام والشراب وليس في أماكن السهرات هنا وهناك هذه ليست حاجة بل هذا إنما يعني في الغالب فيه ما فيه من الأخطاء واللغوة الباطل والحرام تعرف الجلسات إذا كانت جلسات رجال ليحدث فيها ما يحدث من الأخطاء والمحرمات فكيف إذا كان هناك اختلاط بين النساء والرجال فذلك أنه لا تخلو من المحرمات وهذه عندما حرم الإسلام ذلك حرموا لما يؤدي إليه منها إذلك بحجة أنها زوجة أخيه وأنها ابنة عمه وأن هذه كلها أعذار لا مبررة لها هناك تقصير فأنت مقصر في هذه الناحية وإن بغى عليك أن تلتزم الشرع في ذلك وأن تعود نفسك وعيالك على العزلة أن تعزل النساء عن الرجال وأن يكون هناك فصل تام بين النساء والرجال فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الأولاد أمرنا أن نأمر الأولاد نأمرهم بالصلاة وهم أبناء السبعة و να فرق بينهم في المضاجع يعني بين الأولاد بين الذكور والإناث في المضاجع يعني أمروهن بالصلاة والأبناء السبعة و فرقوا بينهم في المضاجع و ضربوهن وهم أبناء عشر و فرقوا بينهم في المضاجع تفريق هذا من باب التدريب على عدم الأختارات وعلى العزلة والفصل دكتور الآن أنا رجل مكلف فما الذي يحرم عليه النظر والخلطة مع النساء وما الذي يحلي المحرمات من النساء على الرجل أو اللواتي يجوز له أن ينظر إليهن وأن يختلي بهن يعني هناك اللواتي ذكرنا في قولي تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخي وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فلن تكون دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل وأبنائكم الذين وأصلابكم وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كنغفره هذه المحرمات هذا يجوز لك أن تنظر إليها طبعا لكن ضمن حدود يعني ما أن تنظر إلى صدرها وكذا ظهرها كذا لا وأنما تنظر إلى ما يباح لك النظر إليه من الوجه واليدين والقدمين من تحت الركبة نعم هذا جائز أما عدا ذلك لا يجوز باقي النساء لا يجوز طبعا كل المنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ابنة خالتي ابنة عمتي طبعا أيضا هناك آية تنص على هذا التحريم وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرُبْنَ بِخُمُورِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أو آبائِهِنَّ أو آبائِ بُعُولَتِهِنَّ أو ابنائِهِنَّ أو ابناءِ بُعُولَتِهِنَّ أو أخوانِهِنَّ أو بني إخوانِهِنَّ أو بني أخواتِهنَّ أو نسائِهنَّ أو مملكة أمانهن أو التابعين غير أولي الإذبة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء إلى آخر الآية يعني الشاهد في ذلك ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها أي ظهر منها بغير قصد يعني كأن مثلا جاء جاء هواء وطير الخمار فثلا فربما بدأ شيء من وجهها تمام أو كشفت شيء من قدمها فهذا إنه ما ظهر منها بنفسه وليست هي التي أظهرته نعم وأيضا ما جاء بعدها إلا لبعولتهن أو أبائهن يعني أزواجهن أو آبائهن أو آبائهن أزواجهن هذه كلها يجوز عند ذلك النظر ومع ذلك لا يجوز نتقل الآن للإجابة عن الأسئلة دكتور السؤال الأول يقول حكم من كان يصلي نافلة وأقيمت الصلاة هل يتمها أم يقطعها الحديث ورد في ذلك إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة فإذا كنت تصلي نافلة أو سنة وأقيمت الصلاة فيجب عليك أن تقطع الصلاة التبادرة إلى تكبيرة الإحرام وأن تكبر مع الإمام تكبيرة الإحرام نعم دكتور السؤال الثاني يقول ما حكم أخذ عفارة الزيتون التي يتركها أصحابها تحت الأشجار بعد قطف الزيتون طبعا هذا إذا كان هذا عرفا بين الناس وأهل الأراضي أنهم يتركون هذه العفارة ليأخذها من مر ومن هو قريب منهم فلا حرج في ذلك فالناس احتادت أن تروح بعد قطاف الزيتون أو حواش الزيتون تروح على الأراضي تلم هذه الإعفارة وتروح تبيعها هذه لا حرج فيها إن شاء الله بالذن الله نعم طيب دكتور السؤال الثالث كثيرا ما نسمع أن الطلاقة لا يقع على المرأة الحائض والحامل فما رأي الشرعي في هذا الأمر؟ هناك تفريق الطلاقة على الحائض نعم فيها خلاف نعم الحائض أن الجمهور العلماء قالوا بالوقوع وقوع الطلاق الحائض أما مذهب ابن تيمية أو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال لا يقع الطلاق على الحائض يعني وطلقوهن لعدتهن قال في حال الحائض ليس من الطلاق وهذا يعتبر من الطلاق البدعي كما قال ابن تيمية الشيخ الإسلام أما في طلاق الحامل فالكل قال بالوقوع الكل اتفق على وقوع الطلاق وقت الحمل نعم ما أحد قال بعدم الوقوع سبحان الله لا أمر منتشر هذا الأمر يعني يظن الناس أن الطلاق الحامل لا يقع نعم لا هذه بالإنسان فخادي بالذات ما فيه خلاف سبحان الله نعم دكتور السؤال الرابع صديقي أرسل إلي كي أذبح له شاتا لوجه الله وأنا عندي خروف أعرج هل يجوز لي أن أذبحه؟ هذا الأصل إذا قال أنه أذبح خاروفا من نفسه هذا الأصل نعم وإذا أراد أن يشتري من نفسه ينبغي أن يستأذن صاحب صاحب الأماني نعم أن يستأذن أنه أنا عندي خروف كذا بغض النظر سواء كان أعرج أم غير أعرج نعم ينبغي أن يستأذنه إذا أراد أنه لأنه في التوكيل لا يجوز أن يشتري الوكيل من نفسه وإنما يجب أن يشتري من غيره فإذا وكله أن يشتري شاتا ويذبحا فيجب عليه أن يشتريها من غيره وإذا أراد الشراء من نفسه ينبغي أن يستأذن الموكل في ذلك أما من ناحية الجواز إذا كانت حرجاء أو كذا لا حرج في ذلك بشطء أن لا يكون مؤثرا على لحمها هو النهي فقط في الأضحية النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا تجزئوا في الضحايا أربع منها العرجاء البين عرجوها والمريضة البين مرضوها والعجفاء التي لا تنقي الهزيلة والسكاء المقطوعة الأذن هذه فقط أنه لا يجوز الذبح فيها في الأضحية أما غير الأضحية ما ورد في التحريم دكتور السؤال الخامس نحن مرابطون في منطقة تعرضت لقصف عنيف وكثيرا ما نجد أمام المنازل أخشابا تاليفة من أبواب أو أثاث المنزل فهل يجوز أخذها بغرض التدفئة؟ هلأ إذا كان بقصد التدفئة ليس أكثر لا حرج في ذلك كمن وجد طعاما في بيت وهو هناك مرابط أو كذا ومحتاج إلى الطعام ليس عنده طعام نعم يأخذ بقدر ما يشبع أو ما يعني يكفي نفسه أما أن يأخذ إلى منزله وإلى بيته هذا لا يجوز وكذلك الحطب للتدفئة يأخذ إذا لم يكن عنده حطب لا مانع ولا حرج أن يأخذ من هذا الحطب مقدار ما يستدفئ هو وأخوانه دكتور يجوز له مثلا يفك الأبواب لا أما الأبواب لا حتى لو كانت مثلا المنزل معرض يقصف هلأ إذا كان معرض يقصف صار كالمهدور صار حكمه وحكم الذاهب والتالف لكن هو مع ذلك يأخذ مقدار الحاجة يعني مقدار حاجتي في ذلك دكتور السؤال السادس في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم منع الذهاب إلى المسجد لمن أكر ثوما أو بصرا وبنفس الوقت هناك حديث فيها الأمر بعدم التخلف عن جماعة المسجد فكيف التوفيق بين الحديثين هو الأصل أن لا تتخلف عن صلاة الجماعة والحديث الصحيح لقد هممت أن آمر بحطب في حطب ثم آمر إلى رجال تخلفوا عن صلاة الجماعة فأحرق عليه بيوته منهم من قال هذا في صلاة الجمعة ومنهم من قال هي في سائر الصلاة المهم عند الحنابلة أن صلاة الجماعة واجبة فواجبة وهذا لا يتعارض مع النهي عن المجيء إلى المسجد وهو وقد أكل ثوما أو بصلا يعني هذا استثناء يعني أنت في حال أكلت ثوما أو بصلا قبيل الصلاة وكان هناك رائحة من فمك هنا لا تأتي حفاظا عن المصلين حتى لا تؤذي المصلين بالرائحة الكريهة وليس معنى أنه أنا يعني أنا ليس مهما أن آتي إلى صلاة الجماعة أو كذا لأنني أكلت الثوم فإن كنت تعرف أن هناك صلاة جماعة أخر أكل الثوم لبعض الصلاة أو يكون قبيل الصلاة بساعتين وثلاث ساعات يعني أما أنت تأكل الثوم بصلاة ثم تذهب مباشرة إلى المسجد فهنا في أذاء أو إذاء للمصلين دكتور السؤال السابع والأخير هل يجوز بيع قسيمة شرائية استلمتها من منظمة خيرية قيمتها خمسون دولارا بأربع وخمسة وأربعين دولار نعم يجوز لأنك أنت لا تبيع نقدا بنقد وإنما تبيع سلعة بنقد لأن هذه القسيمة ليست هي نقد هذه القسيمة هي عبارة عن سلاة يعني هي عبارة عن علامة على أنها تحوي أو يشترى بها كذا من السلعة وعلامة أنها ليست نقد أنت لا تستطيع أن تصل في هذه القسيمة في أي بنك من البنو اذهب إلى تركيا لا أحد يأخذ منك هذه القسيمة إذا القسيمة لها توجه معين لها جهة محددة وهي أنك تشتري بها سلعة محددة فإذا بعتها وهي قيمة خمسين دولار بعتها مثلا بخمسة أو أربين دولار أو أربين دولار أو بأكثر لا حرج في ذلك لأنك تبيع سلعة ولا تبيع نقدا فهو ليس من الصرف الذي هو بيع الأثمان بالأثمان وإنما هو من البيع بيع السلعي بالنقد أو الثمن والله أعلم جزاكم الله خير الدكتور وبرك الله بكم الله بالله حقيقة وفي الختام نصل معكم هنا مستمعين الكرام لنهاية النقاء شاكرين لكم حسن سماعكم وأنصاتكم ولن ننسى أيضا أن نشكر ضيفنا الدكتور أنس عيروت على حضوره ومشاركته معنا دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته